اهلا وسهلا بكم طلبة وطالبات الصف العاشر نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من مادة الوطن العربي سوف نتناول في هذه الحلقة اهم مشاريع الري في دول الوطن العربي وايضا سوف نتضرق الى مشكلة الحدود في الوطن العربي تابعونا ولكن بعد الفاصل اهلا وسهلا بكم من جديدة عزاء الطلبة سوف نتناول باذن الله في هذه الحلقة اهم مشاريع الري كما ذكرنا في الوطن العربي وسوف نبدأ بجمهورية مصر العربية مشروع السد العالي يعتبر مشروع السد العالي من اهم السدود التي اقيمت على نهر النيل وتم انشاءه في الفترات بين عام 1960 الى 1970 ويقع على بعد 6 كيلو متر جنوب خزان اسوان القديم وتعتبر بحيرة السد بحيرة ناصر اكبر بحيرة صناعية في العالم كما تلاحظ على الخريطة التي امامك تقع هذه البحيرة في جنوب جمهورية مصر الشقيقة وشمال السودان وهذه البحيرة تقع على نهر النيل وتكونت هذه البحيرة بسبب المياه التي تتجمع خلف السد العالي وسميت باسم بحيرة ناصر نسبة الى الرئيس جمال عبد الناصر وهذه البحيرة عادت الى الفوائد على مصر الكثير منها واحد ساعدت في توسيع رقعة الاراضي الزراعية بما يقارب خمسمائة وستة واربعين الف هكتار زادت مساحة الاراضي الزراعية بسبب توفر المياه في هذه البحيرة الناتجة كما ذكرنا عن تجمع مياه النيل لان نهر النيل شهر واحد في السنة يفيض عن منسوبة الطبيعي وبقية شهور السنة يكون منسوبة جدا منخفض وبالتالي يستفيدون من هذه المياه من خلال هذا السد وهو السد العالي ويقومون بتجميع هذه المياه التي تجمعت وكونت بحيرة كما ذكرنا تسمى بحيرة ناصر ايضا تحويل ما يقارب من 294 الف هكتار من ري الحياض الفصلي الى الري الدائم ماذا يقصد بري الحياض الفصلي في السابق كان الفلاحون في جمهورية مصر العربية يقومون بالاستفادة من هذه المياه الفائضة من نهر النيل الى حياضاتهم الزراعية وكلمة حياض هي مساحات زراعية شاسعة يتم الفصل بينها وبين الحياضات الاخرى من خلال الحواجز الرملية او الحواجز الطينية وتكون هذه الحياضات الغريبة من نهر النيل في وقت الفيضان تستفيد من هذا الفيضان بكميات كبيرة من المياه اكثر من الحياضات التي توجد على مسافات بعيدة من نهر النيل ولكن بعد انشاء السد العالي وتكوين هذه البحيرة تحول الري من الري الحياض الفصلي الى الري الدائم حيث استفاد الفلاحون من هذه المياه المتوفرة في البحيرة على مدار العام وليس فقط في فترة فيضان النيل توفير قدر من الطاقة الكهربائية شلون؟ هذا السد وهذا ماي الشاب الكهرباء شلون تتكون الكهرباء قاموا بوضع توربينات كبيرة خلف السد العالي واستفادوا من عملية سقوط المياه بكميات كبيرة من اعلى السد على هذه التوربينات وهذه الحركة وهي حركة سقوط الامواج على التوربينات تولد الحركة وبالتالي تولد الطاقة الكهربائية أربعة أصبحت البحيرة مصدر للثروة السمكية أيضا قاموا باستزراع الأسماك في هذه البحيرة لسد حاجة السوق المحلي من الأسماك وهذه البحيرة كما نلاحظ في الخريطة تقع في أقصى جنوب مصر وتبلغ مساحة البحيرة في الأراضي المصرية 83% أما باقي البحيرة فيقع في جمهورية السودان وتسمى البحيرة في جمهورية مصر بحيرة ناصر كما ذكرنا أما في السودان يطلق عليها اسم بحيرة النوبة تم أيضا إقامة مشاريع أخرى للريه في مصر مثل ترعة الوادي الجديد في توشكي ومشروع ترعة السلام التي يطلق على امتدادها ترعة الشيخ جابر ومشروع ترعة الشيخ زايد كما هو واضح في الشكل الذي أمامك صورة للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ جابر الأحمد الصباح حيث أطلق اسمه على أحد مراحل مشروع السلام الأملاق تقديرا له ولدوره في دعم هذا المشروع الذي يوفر الرخاء وتوصيل المياه إلى المدن السكنية الجديدة في هذا المشروع لاحظ في الخريطة التي أمامك امتداد ترعة الشيخ جابر من فرع دمياط ويعبر غناة السويس عبر أنابيب ضخمة من أسفل الغنات ومن ثم تصل المياه إلى أقصى الشمال الشرقي إلى سيناء وذلك أدى إلى إنشاء مدن وتوطين الملايين من السكان وإنشاء المستشفيات وأيضا استصلاح والتوسع في الأراضي الزراعية وتم إطلاق اسم الشيخ جابر على هذا المشروع في عام 1997 بأمر من الرئيس المصري السابق حسني مبارك ومن أهم المشاريع في السودان مشروع سد جبل الأولياء الذي تم إنشائه في عام 1937 بدعم كامل من الحكومة المصرية والتي قامت بإنشائه والإشراف عليه فنيا وإداريا وذلك من أجل تخزين المياه في هذه المنطقة والاستفادة منها في السودان للاستصلاح الزراعي والسكان أكمل العبارات التالية أكبر بحيرة صناعية في العالم تسمى أحسنت بحيرة ناصر الخزان الذي أقيمه بالسودان على النيل الأبيض يسمى نعم خزان جبل الأولياء ترأت الشيخ جابر بمصر تقع بالنسبة لمصر في جهة أحسنت جهة الشمال الشرقي الري الفصلي في مصر قبل إنشاء السد العالي كان يسمى نعم في ري الحياض أيضا هناك مشاريع للري في بلاد الرافدين يعتبر نهري دجلة والفرات أهم أنهار الهلال الخصيب ولكن نسبة كبيرة من روافد ومنابع النهرين تقع خارج حدود الوطن العربي كما ذكرنا في الحلقات السابقة فإن منابع أنهار بلاد الرافدين في هضبة الأناظول التركية وقد أقيمت سدود عدة وخزانات على النهرين في العراق مثل سد الحبانية كما هو واضح أمامكم على الخريطة في محافظة الرمادي على نهر الفرات لنقل مياه فيضان النهر إلى بحيرة الحبانية أيضا تم تكوين بحيرة بسبب تأسيس هذا السد في الحبانية وتكونت أيضا بحيرة سميت باسم بحيرة الحبانية وأقيم هذا السد على نهر الفرات وهناك فوائد أيضا عادت على العراق من بحيرة الحبانية منها ريح حوالي 250 ألف هكتار من الأراضي المستصلحة استفادوا أيضا من هذه المياه في ري الأراضي المستصلحة في الزراعة وأيضا توفير المياه العذبة لاستخدامها وقت الحاجة عندما ينخفض منسوب النهر وأيضا توليد الطاقة الكهربائية من خلال التوربينات التي توضع خلف السدود وأيضا مصدر للثروة السمكية من خلال استزراع الأسماك في بحيرة الحبانية وهناك أيضا مشاريع أخرى قامت في بلاد الرافدين مثل سد الثرثار وسد الكوت وسد الهندية كما هو واضح عزيز الطالب في الخريطة هنا سد الثرثار وفي هذه الجهة سد الكوت في محافظة بابل أهم المشاريع في دول المغرب العربي عملت المملكة المغربية على ضبط مياه أنهارها وأقامت العديد من السدود لاحظ عزيز الطالب بأن جميع دول الوطن العربية التي تحتوي على أنهار تقوم ببناء السدود لماذا؟ للمحافظة على هذه المياه من أن تصب في البحار والمحيطات والخلجان دون الاستفادة منها لأن السد يقوم بتخزين هذه المياه والمحافظة عليها في الوقت الذي يفيض فيه النهر وتكون كمية المياه فيه عالية جدا في المملكة المغربية سد بن لويان الذي أقيم على نهر أم الربيع ويروي حوالي 84 ألف هكتار ويستفاد منه أيضا في توليد الطاقة الكهربائية كما هو واضح أمامك على الشكل هذا السد أيضا شكل جميل وفي طبيعة جميلة جدا يقوم بتخزين المياه وواضح التوربينات في الخلف يقوم أيضا بتخزين المياه للاستفادة منها وقت الحاجة كما أقيمت سدود عدة وخزانات للتحكم بمياه الأنهار الأخرى ويصل إجمالي عددها إلى حوالي 70 سد فقط في دول المغرب العربي يستفاد منها بتخزين 7.5 مليار متر مكعب ومن أهم هذه السدود سد ألال الفاسي وسد بني عامر أهم المشاريع أيضا من مشاريع الريف في دول المغرب العربي في تونس والجزائر الخريطة التي أمامك توضح خريطة تونس وخريطة الجزائر في اللون الأحمر أما الخريطة الأخرى توضح خريطة تونس فقط ونلاحظ إقامة العديد من السدود فيها ومن أهم السدود في تونس سد وادي مليانة وأيضا أقيمة العديد من المشاريع في الجزائر على نهر وادي الشريف وزع الأنهار والسدود على الدول بشكل صحيح سد الحبانية أين يوجد في تونس أو الجزائر أو المغرب أو لبنان أو العراق سد الحبانية أحسنت يقع سد الحبانية في العراق سد بن لويان أين يقع هذا السد أحسنت يقع في المغرب سد وادي مليانة أين يقع نعم يقع في تونس نهر وادي الشليفة التي تم ذكره الآن يقع في نعم في الجزائر إلى هنا أبناء الطلاب أنهينا الملف الأول من المشكلات في الوطن العربي وهو ملف المياه وتعرفنا فيه على مصادر هذه المياه الطبيعية وأيضا على مصادرها الصناعية وتعرفنا على كيفية المحافظة على هذه المياه وأيضا تعرفنا على أهم المشاريع التي أقيمت في الوطن العربي للحفاظ على هذه المياه وبالتالي أنهينا المشكلة الأولى من مشكلات الوطن العربي ولم تنتهي المشكلات فقط بانتهاء مشكلة المياه بل أن هناك أيضا مشكلة أخرى في الوطن العربي نبدأ الآن بالمشكلة الأخرى وهي مشكلة الحدود في الوطن العربي أيضا يعاني الوطن العربي من مشكلة الحدود بين أقطاره لنتعرف في البداية على تعريف الحدود ماذا نقصد؟ نقصد بالحدود عبارة عن خطوط حددت بواسطة الإنسان هي غير موجودة في الطبيعة الإنسان هو الذي يقوم بتحديد هذه الحدود ورسمت حتى تفصل بين سيادة دولة ودولة أخرى وهي المدى الذي تمارس فيه الدولة سيادتها إذن الحدود هو خط قام الإنسان برسمه ليفصل بين حد دولة ودولة أخرى يعني بينها الدولة وبينها الدولة ليفصل بينهم خط فقط لا غير من صنع الإنسان تمارس الدولة قوانينها وسلطتها في جزءها والدولة الأخرى تمارس أيضا قوانينها وسيادتها في جزءها الآخر أيضا هناك شيء آخر يسمى التخوم ماذا نقصد بالتخوم هي أقليم أو منطقة على الحدود تشكل نطاق أو انتقال بين وحدتين سياسيتين أو أكثر وقالبا ما تكون هذه المنطقة أعزاء الطلاب منطقة غير معمورة بالسكان بسبب ارتفاع الحرارة أو ارتفاع هذه المنطقة إلى ارتفاعات شاهقة أو بسبب أنها تكون منطقة قطبية المهم إنها منطقة غير صالحة للاستيطان فيها تسمى التخوم وتفصل بين وحدتين سياسيتين أو أكثر علل أصبحت الحدود في الدول في عصرنا أكثر رضوحا وتحديدا عن ذي قبل وذلك بفضل تقدم علم المساحة وأجهزته وتقدم فن الخرائط أصبحت الحدود واضحة على الطبيعة علم المساحة شنو يعني بفضل تقدم علم المساحة؟ هذا العلم هو الذي يقوم بتمثيل الظواهر الطبيعية على الخريطة يسمى علم المساحة وبسبب تطور هذا العلم قاموا بأحسن تمثيل للظواهر الطبيعية وبشكل دقيق ومفصل على الخريطة وبالتالي أصبحت الحدود أكثر وضوحا بعد أن كانت قالب خطوطا على الخرائط تمر بمناطق غير صالحة للتوطن البشري لا تعد كونها تخوما بين الدول أنواع الحدود السياسية هناك نوعين للحدود السياسية النوع الأول هي الحدود الطبيعية والتي تتفق مع الحواجز الطبيعية مثل البحر، النهر، الصحراء، الأودية، الجبال، القابات، والمستنقعات هذه كلها تعتبر حدود طبيعية مثل وادي الباطن بين الكويت والعراق يعتبر حد طبيعي وأيضا هناك حدود طبيعية أخرى في الوطن العربي ما هي يا عزيز الطالب؟ فقط وادي الباطن؟ نعم نهر الأردن أيضا يفصل بين الأردن وبين فلسطين ونهر اليرموك الذي يفصل بين سوريا وبين الأردن هذه كلها تعتبر حدود طبيعية نوع الثاني من الحدود هي الحدود الصناعية وهي تنقسم إلى الخطوط الفلكية أي هي التي تتماشى مع خطوط الطول ودوائر العرض الفلكية كما هو الحال بين مصر والسودان وبين مصر وليبيا أثنين الخطوط الهندسية أي خطوط مستقيمة أو خطوط ممتدة بين نقطتين معلومتين كما هو الحال بين سوريا والأردن وبين العراق والأردن وبين العراق والمملكة العربية السعودية الحدود بينهم عبارة عن خطوط هندسية يعني أنها تكون مستقيمة بين نقطتين معلومتين أو أكثر أسباب مشكلات الحدود في الوطن العربي كيف نشأت هذه المشاكل للحدود في الوطن العربي وما هي سببها سوف نعرف الآن أول سبب للمشكلات أو لمشكلات الحدود في الوطن العربي الاستعمار خضع الوطن العربي للاستعمار الأوروبي منذ بداية القرن السادس عشر الميلادي وحتى الربع الأخير من القرن العشرين القرن العشرين عزيز الطالب يبدأ من عام 1900 ميلادي ومنذ بداية القرن السادس عشر حتى عام 1900 ميلادي تم استقلال معظم الدول العربية في القرن العشرين ما عدا دولة عربية واحدة حتى الآن لم تستقل وهي دولة فلسطين خلال هذه الفترة حرص الاستعمار على ترسيخ التجزئة السياسية بين البلاد العربية حتى لا تقوم وحدة عربية تهدد مصالحها ومن أشهر الأمثلة لترسيخ التجزئة السياسية اتفاقية عام 1820 التي قامت فيها بريطانيا لتجزئة ساحل عمان ولتحقيق هذه القاية قامت الدول الاستعمارية بما يلي واحد وضع الحدود بين الدول العربية بما يخدم مصالحها وبما يضمن للاستعمار إمكانية تفجير المشكلات والصراعات بين أبناء الأمة العربية الواحدة في أي وقت يشاء مما يعطل تحقيق الوحدة بين العرب حطوا الحدود بيننا لأن في أي وقت هم يريدون خلق المشاكل كما هو حاصل الآن على الساحة المتابع للساحة حاليا يشوف هناك المشاكل بسبب هذه الحدود التي حرص الاستعمار على وضحة بين الأمة العربية الواحدة حتى لا تقوم لهم وحدة وبالتالي تهدد مصالحهم اثنين تحقيقا للمصالح الاستعمارية الاقتصادية عمد الاستعمار البريطاني الذي كان يسيطر على إمارات الخليج العربية إلى أن تركها عام 1971 ميلادي وهي أجزاء لضمان سيطرته على البترول فيها أيضا عمد على تفكيك أيضا دول أو إمارات الخليج العربية علشان يضمن السيطرة على البترول ساءت العلاقة مع دولة يأخذ البترول من دولة أخرى ارتفع السعر في دولة لأسباب سياسية أو لأسباب أخرى يأخذ البترول من دولة أخرى جميع هذه العوامل التي قام بها المستعمر في تفرقة اتزاء الوطن العربي لمصالحه السياسية أو الاقتصادية ثلاثة تعمدت الدول الاستعمارية خلق مشكلات تتعلق بالقوميات بين الدول العربية وجيرانها مثل المشكلة الكردية هذه المشكلة الكردية يعتبر الأكراد من أكبر القوميات في العالم حتى الآن لا يوجد لهم بلد أو كيان سياسي معترف فيه عالميا السبب الثاني من أسباب مشكلة الحدود في الوطن العربي بعد الاستعمار يأتي العامل الاقتصادي وتتفجر المشكلة الحدودية بين الدول العربية لأسباب اقتصادية تتمثل فيما يلي واحد الثروات الطبيعية التي اكتشفت وتكتشف كل يوم في المناطق الحدودية بين الدول العربية والتي تركها الاستعمار معلقة لتكون مناطق توتر وسراع مثل الجزر غير المأهولة أو قليلة السكان مثل جزر حوار بين قطر والبحرين وتعتبر مشكلة جزر حوار بين الشقيقتين قطر والبحرين من أرقى طرق التعامل تعاملوا في هذه المشكلة بأرقى طرق التعامل بين الدولتين لأي مشكلة حدودية حيث لجأوا إلى محكمة العدل الدولية في لهاي بهولندا وعرضوا مسنداتهم بشكل جدا حضاري للحفاظ على وحدة هذا المجلس وأصدرت محكمة العدل الدولية قرارا غير قابلا للاستئناف بأن تكون تبعية جزر حوار إلى مملكة البحرين وطبقت الدولتين الشقيقتين هذا الحكم دون أن تتوتر ودون أن يسود أي جو آخر غير الرضا بين أبناء الشعب الواحد وأيضا هناك رقبة سبب الآخر في الحصول على المياه مثل النزاع الإسرائيلي العربي على نهر الأردن وتمسكها بالجولان لماذا الكيان الإسرائيلي لديه رقبة في الحصول على نهر الأردن وتمسكه في الجولان لاحظ عزيز الطالب الخريطة التي أمامك في الجولان هناك بحيرة اسمها بحيرة طبرية هذه البحيرة تعتبر المصدر الرئيسي للماء للسكان في إسرائيل ولذلك قامت إسرائيل بفرض السيطرة على هضبة الجولان ولن تتخلى عنها إلا في أي يعني تدخل قوي لأن هذا هذه البحيرة تعتبر مصدر رئيسي للمياه وإذا تخلت عنها كأنها تتخلى عن مصدر أساسي لحياة شعبه أيضا هناك عامل استراتيجي يرتبط بالرقبة في السيطرة على المواقع التي تمكن بصورة أفضل من الحماية والدفاع والتأثير في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية الموقع الاستراتيجي هو أفضل موقع يمكن السيطرة عليه ويقدم لي أفضل صورة للحماية أو الدفاع وأيضا أستطيع من خلال هذا الموقع أن أؤثر في جوانب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ويظهر هذا العامل كأحد أسباب المشكلات الحدودية بسبب إشراف الوطن العربي على عدد من المضائق المائية بينه وبين دول غير عربية خلق تسابق للسيطرة عليها مثل مضيق هرمز في سلطنة عمان هذا المضيق يشرف على سلطنة عمان وأيضا بين جمهورية إيران أثنين مضيق باب المندب بين الجمهورية اليمنية وبين إرتيريا وجيبوتي وهذا أيضا يعتبر موقع استراتيجي مثل مضيق هرمز الذي تخرج منه جميع الناقلات النفطية في الخليج العربي التي تنتشر حول العالم وكذلك مضيق باب المندب التي تمر من خلال البضائع التجارية قادمة من أمريكا وأوروبا والعكس مضيق باب المندب وأيضا قناة السويس في جمهورية مصر العربية وأيضا مضيق جبل طارق الذي تتشارك في أسبانيا مع المغرب أيضا يعتبر موقع استراتيجي هام أثنين تركز الثروة النفطية والغاز الطبيعي في الوطن العربي جعل المنطقة العربية في موازنات استراتيجية عالمية كما هو واضح أمامك عزيز الطالب على الخريطة تتركز حقول النفط في الوطن العربي بجميع أقطار وخصوصا في دول المجلس التعاون الخليجي وهذا الشيء جعل المنطقة العربية في موازنات استراتيجية عالمية لأن جميع الدول في العالم الدول الصناعية تعتمد في صناعتها على هذا المورد وهو مورد النفط ولذلك عزيز الطالب نلاحظ التحالف العالمي القوي الذي اصطفه لتحرير دولة الكويت من الأدوان العراقي البائد أو من النظام العراقي البائد بسبب عدم رغبتهم في تحقيق هذا النظام رغبته في السيطرة على مكامل النفط في دول مجلس التعاون الخليجي إلى هنا ننتهي من حلقة اليوم وتعرفنا من خلالها على أهم مشاريع الري في الوطن العربي ومدى استفادة الإنسان منها وأيضا تعرفنا فيها على أنواع الحدود السياسية وأسباب نشوء المشكلات لهذه الحدود في الوطن العربي نراكم في حلقة قادمة نستودعكم الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر